الطالب ربنا كرمه ودخل كلية الإعلام معتقد أنه هو قادر دائما على الدراسة قادر على أنه هو يطور إزاي طالب أصلا يكون قادر أنه يقيم نفسه وأنه يكون مؤهل لدراسة الإعلام أولا أنا سعيدة جدا وأحب أشكر فرقي العمل أنه هو استضافني في الفقرة دي في برنامج هو الأقدم والأعرق كمجلة تلفزيونية ناس كتير جدا من أكتر من 30 سنة الناس كانت بتستنى علشان تشوف وتعرف اللي بيحصل في الدنيا وتشوف فقرات متنوعة فأنا سعيدة جدا بدا دايما بتنواري أي مكان ستوديو وقاعد محاضرات دايما بتنواري دايما موفقين يا رب بالنسبة للطالب اللي خلص سنوية عامة بيبقى دايما في الكامل سنة الأخيرة بقت يدور الجدل على سوشيال ميديا طب ندخل إعلام ونمتخلش إعلام عشان مستقبل شغلها إعلام بتشبه كليات كتيرة جدا بس هي في حتة أن أنا مش طريتش أن أنا أدخل كلية لازم أبقى ضامن أن هي هتجيب لي شغل بعد كتا لكن هي مرتبطة بالنحية الإبداعية طب أنا أعرف إزاي كطالب لسه متخرج من سنوية عامة أو حصل على السنوية العامة كل واحد بصير بنفسه يعني لو أنت عندك مهارات التواصل دي الكلمة اللي مصر عليها لو أنت بتعرف أي موقف اتصالي طبيعي عادي ما بينك وبين الناس تقدر أن أنت تطرح فكرة تتكلم تجادل تناقش تشوف زاوية جديدة تكتب حتى ولو خواطر عندك إصرار كمان حتى لو أنت عندك شوية موهبة عندك أنك عارف أنك لازم يكون عندك نفس طويل شوية وإصرار على أنك ده نوع من أنواع الإعلام تتعامل بعد كده في مواقف مختلفة في أن أنت تعلم نفسك بنفسك في حاجات لأن الكلية مهما كانت أي كلية هتديك النص بس تقريبا النص التاني ده عليك أنت إن أنا أعرف طلبة من سنة أولى بيشتغلوا فحاجات على شخاطر يصرفوا على المهارات بتاعتهم من هم ما ياخدوا فيها كورسات أو يعني دورات تدريبية علشان ينموا مهارته وفي حد عنده مهارة مثلا منتاج بيعرف يمنتش كويس أو يشتغل منتاج عشان خاطر يصرف على كورس في حاجة تانية أو مهارة هو ما يعرفهاش كويس عشان خاطر الإعلام الجديد دلوقتي قايم على نظام الوان من شو أو الوان من كرو إنك تبقى متعدد المهارات المخرج ممكن يبقى عايز يعرف لغة عربية كويس عشان خاطر يبقى هو اللي بيقود الشو أو العمل التلفزيوني فلو المزيع أو المزيع اللي معاه أو المؤدي اللي معاه ما بيعرفش يتكلم بشكل كويس يوصل اللغة بشكل كويس فأنا لازم يكون أنا وأنا بتعلم أكون عارف نداء دوري إن أكون ملم بمهارات كتير احنا شفنا في الموجة الأولى من كورونا كتير من القنوات الأجنبية كان المزيعين بيطلعوا من الجنين أو من بيوتهم لوحدهم يعني ما كانش بقى فيه ستوديو مجهز ما كانش فيه حد مسؤول عن الصوت ما كانش فيه حد مسؤول عن تصوير استخدام كاميرا الموبايل وهو كان مسؤول عن نفسه الاتجاه الحديث فعلا إن احنا بنقل العدد اللي شغالين فيه يعني ما بقاش فيه التخصص الدقيق قوي في الأعلام كل ما قدرنا نعتمد فيه مهارات إنتاج المحتوى على أشخاص عددهم أقل ده بيكون مع سرعة الوقت احنا محتاجين إنتاج باستمرار محتاجين ستريمينج على طول أو بس أو صناعة المحتوى باستمرار فكل ما قدرت إن أنا أعمل ده فده اقتصاديا وتسوقيا بيتم بشكل أفضل بالنسبة للمؤسسات الكبيرة حراج شفتي كمان البي بي سي وهي مؤسسة عريقة لما قفلت الخدمة العربية في الراديو عشان اعتمدت على أو هتعتمد بعد كده على المنصات الرقمية علشان ده بالنسبة لها اقتصاديا أوفر أو استراتيجيا وتسوقيا وإداريا ده بالنسبة لها كان أحسابات تفني عشان الهدى سصول مش